السلام عليكم جيتكم فيديو جديد ونهار جديد ان شاء الله يا ربي نبدأ بالصلاة على نبينا اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ودابا ان شاء الله سوف نصاب معكم الملاوي المرسيطة والزيتون ودابا كيجي وزويونين والولدة تصوار لم تيكلهم الولدة زيتون يديروه في الملويرة غادي يأكلوه وما يحسوش قاعبه وكيجي زوين وحلول ملوي كيجي كحمق دابا ان شاء الله غادي نبدأ معاكم ندرت الفينو طحين ديال الفينو والفورس ودرت شوية ديال فارينة طحين ديال فارينة وندير تومة بودرة تومة بودرة وغادي ندير شوية ديال اللان طحونين أشريتهم ونقيتهم ووضعتهم لطحنهم كان ديرو متافل لانه في الخبز وانه في الخبز ويأتي دري فيها حلوة ديال اللان وشوية ديال خميرة حبوب غادي شوية في الملوي غادي شوية ولمعجونة المدافئ سوف نخلط الملوية ونضلكه لنصوب زيتون ونصوب مرسيطة ويأتي الملوية وعر وعر لا تأكله زيتون يأكله ويأتي معي سوف نطحنه يأتي الطحون ونضع الزيتون يعمل وثير من الملوية فنصوب قطعه ونضع زيتون وعرهم ونضعه فترة ونضعه فنضعه ونضعه 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 بعد الملوية لنضعها كذلك سنقوم بشكل دواني سنقوم بحضر الزعتر ونقوم بحضر الزيتون سوف تنتحن مع الزيتون ويجب أن تقوم بخضر الزيتون ترجمة ونقوم بحضر الزعتر سنقوم بحضر المنشط سنقوم بتتسخص الزيتون يجب تومخضرها، مستخدمها والبودرة ونضغر حول عضوك ونضغر لعضوك ونضغر الزيت وتناول تحنها ونضغير الملوي ونضغر شوط ونضغر في التى حكيه بقيت الفطرف مع الفرماج قد يأتي يريد حمك يجب أن ينقل زيتنا من العظام ويأكلوها يجب أن يكون طحون ويجب أن يكون سهل بعد أن تلقيت العجينة ودلقتها سنجعلها دبت لك ونضي لها الملحة ونضي لها ونجعلها تلق باش ندوز معاكم نفرقها على جوج ونقعد جوج التفاصل الملوي منها العجينة ستعطيني تبارك الله كمية الملوي بعد أن وجدت مرسيطة وزيتون سنجعل العجينة في الدلق ونجعلها تلق باش ندوز معاكم لكي نفرقها ونضي لكها مزيان العجينة تبغي الدلق الملوية يبغي الدلق الملوية تبغي الدلق المياه في المياه بعد ما سألت سنفرق العجينة على جوج ونضي لكي مياه في التفاصيل ونضي لكي مياه ونضي لكي مياه مرسيطة ونضي لكي مياه ونضي لكي مياه وعد جمع العجينة وعد نرجع معاكم لا خليت الكاميرا تدلكتها وحتى جمعتها تخلطت المرسيطة مع العجينة واخاها كي يكتب لك بحلي جاري او لهذا أترجع زوينة ونضي لكي درجع زوينة وبقيت معاكم دبا نضيف ومع هذا العجينة ومع مرسيطة لأجلنا الزيتون ونجد الملوية وعرين كثيرا ونجدهم في الدرس وقد سوف نشاركهم معكم لكي لا تستفيدوا من الزيتون في الملوي لكي يأكلون الوليدات وليدات لم يريد أن يأكلون الزيتون ومع هذا العجينة جمعت لن يبغل تظهر ونجد ملوية فإن العجينة فإن يكون أخرى نجد أن نجمع الأدوية فإن أرى زيتون ونقوم بغير زيتون كي نجد الملوية وإن الزيتون للميققة الزيتون ويأتي في أقل العجينة لأجل للميققة مالك سوف نحاول معها و تجمع و لا تعدى يجمعوا و يجمعوا الملويه لها واعر يجرموا الحصول على الملويه و تابعوني من الأول و لا تنسوني و يجمعوا و يصلكون الجديد و هذا الفكره يجرموا و يجمعوا و يجمعوا بزيتون و اعجبهم مع القهوة مع قطع الملوي باللويه بالزبدة والزيت لدي زيت البلدية مخلطة مع سيور ونخلطها كاي الزبدة ونخلطها مزيان ونبدأ اللوي ونخلط الزبدة مزيان ونخلط الزبدة كاي الزبدة ونقطع الملويات كاي الزبدة ونستمر ركاية اللويهم بالزبدة ثانسال المرسيطة وندزل الزيتون ويجي زوين جدا ونخلطه يطلق شوية الملوي محده تجليه يطلق وهو يجي لكسهل تلويه اللي عنده الوقت يخليه يطلق يتعجن تجليه يطلق تدير له مرسيتة وزيتون تخليه يطلق وتدير له عوثاني وتخليه يطلق وعوثاني تبدأ يطلويه كاي الزبدة يجب أن تطرق الملوي فوق الرخامة يجب أن يدم يجب أن يجب أن يدم يجب أن يسمد الداخل بسميدة يجب أن يجب أن يتم الملوي يجب أن يدرق الملوي يجب أن تجلب الملوي يجب أن يضرب طيب وكان ديال مرسيطة وهذا ديال الزيتون وكان ديال الزعتر وزعيترة وإي عشباك يا زوينة كتنكل كتديرها في الملوي كتنكل وهذا ديال مرسيطة أول مرة كندير فيها غير مرسيطة بوحدة أخلصت توم مادرتها بودرة والذيما كان دير بودتوم أخضرة وكان دير البصلة محقوكة كي يجي وار وار واللي بغي دير فيه الهريسة تهية كي يجي والملوي مختلفين كي يجي وزوي ونين مش هي غير ملوي واحد هكيا بيت صافي هكيا يرى كي تنكل وعر وعر زوين وخلاص الملوي معمرين ببصلة ووهدا وش حما ولا الكفتة ولا اللي باش ما بغيتي خلاص هدوكتا هما كي يجي وزوي ونين وهكيا غدي نستمر حتى نسالي تلويه ديال الملوي وغاندوز عوتيني الملوي ديال الزيتون باش ندوز نطيب إن شاء الله وهكرا ما تنخبي عليكم متاحة هجرا ما كانت فيش الكاميرا ده باك نلويها كاية وكنترق ديك هدو باش ما تبقاش تحيد كتخسر الدكور الملوية كنترقها مزيان والسقا وانش دافجنا وكننا نبرك فيها اللبنات المبتدئات اللي بقين صغاروا هدو وده بغاندوز ندير ديال الزيتون ارا كي يجي واعر وعر ديال الزيتون ارا غي يجربوه كي يجي غزال لهولة ديال مرسيتة أنا الملوية عندي مفضلة هو يكون مخلط بشي حاجة ما يكونش غيه هكا كبيض كي يدر في المعدة هدرما كي يدر ما تيقهمش وغادي ندير عوتاني هكاية وغادي نخليه يتلق شوية ورجع لي عوتاني اللويه بالزبدة والزيت بحل ديال مرسيتة غادي نلوي الملويات ديالي كاملة ونخليهم يتلقون زيان غا نغطيهم نديرهم في الكسعة ونغطيهم يتلقون زيان وعاد ندوز نطيبهم الملوية لما تتلقش لا يريد أن يتطرق وفش تطرقها يتجمع حيث الملوية أصلا إلى جريتي العجينة ديال ولا يجيك مورق الملوية يكون شوية ما قاسح مجاري بينوبي العجينة ديالي تجي بينوبي وإلى جريتي هارة يخسر لها ديكور ديالتلوية يخسر ما يبقاش كجلاسقة بعد ما أخليت الملوية ديالي تتلق ودرت المقلاتها سخنات دبا غادينا بدنا نطيب غادينا بدنا دبا نطيب والمقلرة سخونة ودرت الزيت فاد القرعة هادي باش من مقاش نوسخي دي بالزيتة كان زفزلافة كان ديرها فاد القرعة كترشليا مزيان وغا ندوز نديرها الطيب ورجع معكم فش يطيب الملوية إن شاء الله غادينا نوري لكم في المقلعة و outcome وبأي اねぇ جدا والم 노ري وطيبet ما انظر عفối ما تبقى مرسيطة غادي ننزل نطيبه وضع الازيتون وغاunya سوف نستمر للمقلة جوج كأنه نرمي جوج دقة واحدة. مرة الأولى لي رميت واحدة. سوف نرمي جوج جوج. ويطيبوني ان شاء الله. اوما يجب مليوية ديالي في المقلة. يجب يحمقه. بعد ما سألت ديال المرسطة بدي التنطيف ديال الزيتون. وان شاء الله سوف نستمر لكايا فاشي نسالي الطياب. سوف نوريكم مشكل دياله النهائي. كيجي واعر وكيجي غزال. وكنتمنى تجربوه وما تنسونيش. بجي مؤابوني على الملوي ديالي كيجا. جا مورق وجارطب وجازوين. كنتمنى تجربوه. وتبرك الله ديك العجينة. عطاتني جوج طباص ديال الملوي. وكنتمنى تجربوه بصحة والراحة. وتتابعوا معي من لول تالخل.